معك عيماد بيشري واحد شابي الله تعالى عطي قلت شخصيات من العروفة عبر مواقع توصل الشي معي انستغرام و تيك توك و يوتيوب صراحة انا في الاول بديت كنقلت شخصيات اي كان قولين نبدا صراحة كنت واحد القادر ادري واحد شخصيات الباز لي اما انا عيما وصافي من بعد ما كنت كان عارف وجهه لتحاجة بديت تنقل الشخصيات وصافي ونجي واحد قادر ادريت الباز ولا كل شي تعرفني ونبعد شتوجه وقالوا لي كنشبه لها ولا التويمي ديالا ولا الابن ديالا ونبعد قلت علي شما ننواش ندرج لسخصيات اخرين ونعبر عن الموايبة ديالي ونبعد وصلت لنا غادين غادين توصلنا للدنيا باطمة للصراحة ادرت لي الباز بزاف والناس عجباء قالوا انا تنشبه لها وما عارتني شوش نشبه لها ولا لا وانا فرحان حيطة القلدة لا لا هما دوك الاسدوديو كاملين كتدر مع الواليدة ديالي وديما تتشكرني وتدعي معايا وتقولي تبارك الله عليك ولدي وديما فرحانة ليا واخت نقلدها وليلي بديت نقلد بيه كنت كانت سمنا انا اللي تعايرني وليتقولي انك كتعيفي صراحة عجباء الحال وديما تقولي زي تقلدني تبارك الله عليك ولدي وقد دعي معي باش نوصل ان شاء الله واحد اللي قلبيت pets find me in the game and saying they就 ko demands in sh었는데ف inside me and i mean like with my woman وصافي من مطاقة و ostatها لها قلبيت اما تقطي لها لا مازالة والصراحة وقت بتيت لها تقيûtك والو انت هيشومر وانك ما انا طعل ذلك في حياتك وانك ناقص شهرة وانك تقريت الله واخر اي事 فانك وس thếك مالك وتعقدت اكي دنيا باطما تكون هناك شخصية بارزة وكان تعطي الناس كانوا يحبولها وأخار لأنها يخصت لها راية المغرب في مصابقاته وانا كنت فرحان اني نقلده ولكن صراحة ابقى في الحال بزب بزب انا عيرتني واتشي اللي ما يتقبلوش اي واحد وكتكن قلده كحب ليا واخر الناس كان كل واحد كيكينوا كيلي كيقول عيبتيها كيلي كيقول قلتيها وصراحة كان شكر جموار ديلي اللي دافع عليها على ذاك الكومنتر اللي كتبتلي اللي شلال طلبوه مني الجموار ماذا ننقلده ونزيد نقلده صراحة وخمعة جميج داكشي اللي قال انا وسب الفنانة وصلنا الواحد المستوى اللي خايب ولا ولا تيسب جميع الفنانة الصراحة سيمو بن باشير اللي لقيتش في ذاك الانتيرفيو اللي صراحة اللي عنده واحد النيفو اللي بطو بزاب 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 كنا كان افتخروا بيك انه يبان في براميج إدائية خارج المغرب وصراحة شو بشي شوية بالنيفو بدت يدر ديك لادرا وعير فنان عير ساعد الشرف وقال لي واحد الكومنتر قال لي انا اني غادي نتفكرك بعيد البقرات بعجل صراحة واحد الكومنتر اللي ما عجبنيش بزاف وصراحة انا عجبتني فيه ساعد الشرف لانها جوبت وبرد واعر وتبارك الله عليها ولا سيمو بن باشير اللي دون يا باطمة اللي هدرب واحد الاسلوب اللي ناقص بزاف وعيروا الفنانة وكازن كيعطوا العاصر والكلاشات واحد نيفو اللي هابطوا لكن تبارك الله عليها تحييل ساعد الشرف من هذا المنبر انا هدرت بواحد الاسلوب اللي مقدب وقالت شي حاجة اللي زوينة وانا رفعت راية المغريفة بالصرف وتبارك الله عليها وخيرة باين عليها واللي كتخدم عليها تتصرف على رأسها من حقها تكون كبيرة تكون رقيقة يعني ذلك الشرفة تتصرف على رأسها يعني ما خلش شي احد يتدخل فيها ولا يبقي كلاشي فيها ولا بدك الاسلوب النازل قائقة ولكن تبارك الله عليها تنحية من هذا المنبر الرأي ديالي انا صراحة كومنتر اللي كتبتلي اللي خايب صراحة وما عجبنيش الحال انا قلت معي ذلك الادراء وخي قلوا لي الناس انها غادي تسبق ذلك الشي لانه معارفين الادراء ديالي والفم ديالي كيفش داير ولكن الصراحة انا يمسامح لها وما زال طلبوا مني الناش نقلده ما زال نقلده فيديوه ديالي جايين الصراحة هدلوقيته انا مع اول على الجموار ديالي اللي دايما مطلعني بلايك ديال وبلايك ومهن طارب ذلك الشي اللي يشجعني فيه دايما وكنضن انا لطلبوا مني الجموار ونحاول لشي مصابقة غادي يمشي لها ولكن الان جموار ديالي كيبغاني نبقى دايما معهم ومنتج لشي مصابقة لاننبكيف نلخر ونحسب الحقرة ونحسب الغش ونحاول نبقى مع الجموار ديالي اللي ديما مطلعني لادف ديالة انه ننوصلات ماذا نقلده عربيا نقلده شخصيات في العرب ونوصل الواحد النيفوهو اللي طالع بساف ونساعد الأم ديالي ونساعد العائلة ديالي والأم ديلي اللي مطلعاني وخصوه أن الأم ديلي اللي مفارقة مع الوالد وهذا شي مثلا بغيش نذكره عبر السوشيال ميديا تنخليه شي بعيد عليه والأم ديلي ديما تدعمني باش نقلل الشخصيات وكتقول يا واصلة ولدي ما كرش نشوفك ديما وتكبر في عيني ويقدروا يقولوا تبارك الله على ديك الأم لي ولدت ديك الوالد وتبارك الله عليها لأنه كبرته حالة لانه كبرته بواحد النيا اللي زوينه أنا مخرش دارشي بالي خايم أخر كلمة كن وجهة الجمهور ديالي اللي كتابعون عبراد القاناة تهدي ديال ألوانوكم كشكركم بزاف لتتبع ديالي على اللايك على البرتاج ديالكم تشكركم بزاف وأنا بيكم متنسوا بوالو